السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعينا الكرام يارب تكونوا بخير رجعنا لكم في فيديو جديد معنا النهار ده عن المجنة ممازن طلعت عملت منتدى منتدى اي اولاد ده ده منتدى اي مش اي منتدى ده منتدى قصف ارض جو هنعرف كل التفاصيل مع بعض بس امن ابتدي بالله عليكم تضعوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتصلى على نبينا محمد عليهم افضل الصلاة والسلام وتدعوا لاخواتنا في غزة وسوريا ولبنان والسودان اللهم انصرهم اللهم اجبورهم يا رب يا رب يا رب مددهم بمدن من عندك يا رب انصرهم يا رب فرج عليهم اللهم امين يا رب العالمين رابعا ام جنة وعارفين ايه اللي حصل كنت تكلمتوك فيه في الفيديو اللي فات عندي على القناة للناس اللي ما لسه متابعاني جديد الفيديو اللي نزلته قبل ده عن ام جنة اتكلمت فيه وقلت عن الناس او المتابعين اللي نقسموا عندها نصين نص معاها ونص ضدها نص بيكدبوا لانت مولدتيش او معا ما كنتش حامل اصلا فيه ناس تقولك لأ ده ولدت من بدري ده بتضحك علينا وكل الفيديوهات اللي بتنزلها ما كانت بتولد والفلوج والولادة والحاجات دي كلها دي قديمة وطبعا زي احنا عارفين المتابعين كل واحد ايه بيحلل او بيفهم على هواء يعني وبيبصر اللي بيشوفه الفيديوهات اللي كله شوية تنزل يعني يا ام جنة كل شوية تنزل فيديو مرتين في اليوم ممكن طبعا بتنزل على القناتين كل فيديو كل قناة فيديوهين ممكن فيديو طبعا دي واحدة اكيد والدة والدة قيصاري وعارفين كلنا تعب القيصاري والعملية والحاجات اللي بتمر بها الستر بتولد قيصاري طبعا كل ده تعب فان انت يا ام مازن تخرجي وتروح وتيجي وتسفر وتروح تجيبي طلبات وتروح تجيبي اكل وتعمل اطعام وا 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 طبعا باختصر ان كل الكلام ده انا باستفادها في الفيديو اللي فات تمام فراح اترعت علينا بمنتدى بتقول يا رب اشكرك واحمد فضلك ان انا اشتريت مازن فيه طبعا بعد المتابعين قالوا لها ده انت راح تشتري عيل وتقول لنا ايه ده انا ولدته او ان انا جبته يعني ايه بتستخف بعقول المتابعين او بتستخف بعقولنا عشان اه الكلام الكتير اللي بيتقال طبعا ام جانا نقطة نظام كده وهقول لك كلمتين وبرضو انت وراحتك احنا مجرد قناة نقضي بنقول اللي لنا ولي علينا زي ما بيقول يعني احنا هنقول لك اللي احنا شايفين وانت لحاجة ترجع علي لما انت تروحي بتكتب كلمتين زي دول او ترد على المتابعة او بعد المتابعين بالكلام اللي زي ده هل انا هكمل معكي نا علش ممكن الغى الاشتراك عندك وبطل انا شاهدلك اه وما تنسيش ان ده اه اكل عيشك او مصدر رزقك يعني ان انت اه المفروض الاسلوب يكون احسن منك وردك عن المتابعين يكون احسن منك اه بتقول فيه متابعين محترمة وطابعين مش محترمة برحتك يعني ايه اش عارف اقول ايه? وكلمة نسوان. اه يعني مفروض يكون الاسلوب ارقى. احسن. افضل. ما تنسيش للنسوان. اللي انت بتكلميهم وعملانهم من تدى دول. هما دول مصدر رزق. هما دول ربنا مسخرهم لك. عشان ان شاء الله يكون لك عائد ويكون لك مصدر رزق من وراهم او من ورا مشاهداتهم. فبلاش تستخف بعقولهم. ملاش تطلع تكتب لهم من تدى زي ده. اه. انت اه مش عارفة انت بتفكر ازاي با امانة. المشاهدات او الفلوس او الحاجات دي كلها مش اولى منك ولا من صحتك. يعني انا باخدش فعلا على التعليقات بقوليك صحتك يا ام جانا وصحتك. كنت سمعت قناة للنقد بتتكلم عن ام جانا وعن اللي هي بتعمل وعن الحاجات دي عملة تقولك اصل هيلغي الدولارات وهنتعامل بالجنيه فكل القناة تتجنينت كل القناة عم فيها مشاهدات. اهدوا على نفسكو شوية اهدي يا ام جانا مش عارف ايه. هو طبعا في ناس كتير فكرت بالتفكير ده وفكرت ان هي حابت فعلا تجمع دولارات قبل ما اليوتيوب يلغي موضوع ان هو يقبض الناس بالدولار ويقبضهم بالجنيه المصري. طب هرجع اقولك يا قناة النقد سؤال هل احنا لما بنجيب الدولار او بنقبض بالدولار مش بنحوله مصري? يعني تعتبر هي هي. يعني تعتبر هي هي هل انت هيديك الزيادة يعني الدولار هيديك الزيادة? بالعكس هي هي بتروح تبضيهم من البنك وبتحوليهم في البنك وبتاخدوهم بنفس السعر. يعني لحدك قرأت كده نص اليوتيوب هيقولك ويعطيك بنفس السعر اللي انت بتشتغل بيه في البنك او انت بتحولي بيه في البنك. تمام? فما ظنش ان هو ده السبب والله اعلم يعني ده رأيه. نرجع تاني لامجانا ومنتدى امجانا واللي عملته امجانا. وبتقول اه قريب قوي هيطلع ابني وهيبقى فحطني وهطمينكم عليه. اه ودعوتكم ليه يا حبايب قلبي طبعا هي قسمة برضو المتابعين نصين. نص قالت لهم ان انتو هتموتوا بمتغازين يا نسوان وان انا ما حملتش زي النسوان. ونص التاني بتقولهم انت بقى يا حبايب قلبي يا محترمين بحبكم وبطمينكم على مازن. وان شاء الله هو بخير وهيخرج وهيبقى فحطني ودعوتكم ليه وبوس كتير. لكن النسوان عمدالها ديسلايك اللي هو اللي هو العلامة اللايك بس المقلوبة. والله يا امجانا انا مش عارفة اقولك كيف اسلوبك. يا ام مازن. يا ام مازن تليك متابعين كتير وناس بتحبك كتير من جوة مصر ومن برا مصر. انتي فيه دول كتير او بتبعك. فبلاش تدي الصورة دي عننا يعني خلي الصورة بتاعتنا حلوة. اتكلم باسلوب كويس. اه انتي طول ما انتي على السوشيال ميديا لازم لازم تتقبل النقد. لازم سواء من متابعين. سواء من قنوات النقد. دول طول ما انتي عرض حياتك وبيتك للسوشيال ميديا. لازم تتقبلي كل حاجة. زي اللي قاعد آآ السوريك المحترم ديكو قاعد في الشارع. في الناس كي بتحب قاعدة الشوارع. جي عليك بقى شوية طراب هتزعق للطراب. جي عليك شوية مية. او نطر انا اضطرت عليك هتزعق للمية. استحالة. عاصل انت لعدة في الشارع. انا ما انا مدخلتش عندك في بيتك ولا انا اكبرتك على انت تعود في الشارع. فانعمل ايه? تضطر ان انت تستحمل اللي انت فيه. انت اللي بتعرض حياتك للناس على السوشيال ميديا سواء حملك سواء ولدتك سواء قاعدتك مع جوزك مع ولادك سواء اه رحت فين جيت منين برضو انت شوية. او شوية مش طالت او رابع يوم والده بتروح تسافري. اه مش طالت او رابع يوم والده بتنزل وتخرج وتركب العربية اصلا راح اشتري حاجات. اصلا تعالوا اه اه جبت قوضة جانا. اصلا مش لا اه في حاجات كتير. لو نقعد نتكلم على نقط كتير. في حاجات كتير. يعني انت مفروض ابنك انت زعلان عليه في الحضان قليك خليك تروح تجيبه. حتى انت بتقول ايه ده احنا كنتنا عاملينها من قبل الولادة. طب ماشي اه ما صورهاش بقى. لما يخرج ابنك بالسلامة ويبقى في خضنك. اعمل لها يا ست فيديو. اعمل الفيديو وانت بتفرشيها. تمام? وخليه عندك على التليفون. لحد ما ابنك يخرج عندك بالسلامة. ونزليه. تمام? لكن مش تيجي وانت طلع من ولادة وبتقولي انا تعبانة وقلب واجعنا على ابني. ويدعوه لبني. وكل يمتقولوا ادعوه لابني. وا 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 وا. وفي الاخر هلقيك ايه? عامل الفيديوهات دي? مش هينفع. انت اللي بتضطر الناس تتكلم يا ممازن. انت يا حبيبتي اللي بتضطر الناس تتكلم. انت اللي بتضطر القنوات تنتقدك. انت اللي بتضطر المتابعين ينتقدوك. يكتبوا لك التعليقات دي. فده كان رأيي في منتدى ممازن. ولو وصلتوا معي لحد كده حباب قلبي أحلى عيلة وأجمل إخوات ريت تضعوا اللايك وتعملوا الاشتراك في القناة وتصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام واكتبوا لي تعالى لكم وقرأكم في اللي عملته أم مازن وانتظركوا الفيديو الجاي والسلام عليكم